السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يغتسل تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنبع غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظل أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده هذه زوجة النبي الكريم أمنا عائشة كانت معاه كتشوف كيف يفعل لنقل نخوض نصف دينكم عن هذه الحميرة عن أمنا عائشة رضي الله عنها تزوج بها النبي الكريم وهي صغيرة بش تفهم الأحكام الفقهية وتبلغها أمنا عائشة بلغت أكثر الأحكام الفقهية المتعلقة ببيت النبوة هذه الطريقة اللي قتغل في صنفها أكثر مشغل عائشة وحدها رضي الله عنها فبقي النساء النبي الكريم كانوا كيوصفوننا كيف كان يغتسل لما يكونوا في بيتهن من جماع أو كذا كيوصفوننا مثلا ميمونة بيت الحارث رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت ويتصف كيف يغتسل قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه جنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنشق وغسل وجه ودراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقه فلم يريدها فجعل ينفض بيديه هذه طريقة أخرى استعملها النبي الكريم وترويبها أمنا ميمونة بيت الحارث كيف توضى النبي المراحل لمر بها وفي الختام جبت لخرقه فوطة لكي يمسح بها قال لها لا لا داعي للفوطة قال لها جعل ينفض بيديه لأحاديث الواردة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة منها من رواه هو صلى الله عليه وسلم وبينها ومنهم من أخبرت بها نساؤه من أمهات المؤمنين والخلاصة أن صفة الغسل له صفتان صحيحتان اللولة الغسل الموافق للسنة النبوية وهو الأفضل كيف يكون أولا أن الإنسان ينوي إذا أراد أن يغتسل كان عنده جنبا أو كان عنده احتلام أو المرأة عندها حيض أو نفاس أو استحاضاء أو أي كان أول حاجة أعمل بها النية لأن الأعمال بالنيات ثم الإنسان يغسل كفيه ثلاثة مرات إيبديك لا تخدم بهم خصوم يكون منضاف نغسلهم ثلاثة مرات ثم كنقوب بغسل الفرج للإنسان إنسان لأن ذاك الأداء خرج من الفرج للمخرج فعليه أن يقوم بغسل فرجه ذكر أو أمتع وينظف وهذا الغسل للفرج يكون باليد اليسرى بشي من اليمنى اليسرى هي اللي كنقزل بها الأمور فيها قادرات أما اليمنى فكتكون للسلام كتكون للطعام كتكون للتحية ثم بعد ذلك نتوضأ وضوءنا للصلاة بعد أن نغسل الفرج وكنت نضف من الأداء ومن القادرات نتوضأ وضوءنا للصلاة المؤمن كنا دوما طاهر أنا ما كشي واحد طاهر أكثر من المؤمن غير المؤمنين غير طاهرين غير المؤمنين إلا من ستره الله المؤمن يمتز عن بقية البشر بالطهارة فبعد ذلك يقول إنسان بالتوضأ وضاءه للصلاة كان توضأو الوضوء الصغير دي الصلاة دون أن نغسل قدمين القدمين كنا نغسلوهمش ثم كان بدأو بتخليل أصول الشعر دابا كان توضأو الوضوء الصغير عاد كان بدأو الوضوء الكبير كان بدأو بالرأس هو الأول نخلل أصول الشعر بالماء ثلاثة مراتين ثم نغسل البدن دينا نبتدئو بالجانب الأيمن ثم بالجانب الأيصر كان بدأو بالأعلى ثم بالأسفل أعلى الجسد ثم أسفل الجسد كما بدأ بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيصر ثم لما ننتهي نغسل قدمينا هذا كثمنا الوصل اللي هو من السنة النبوية الشريفة الموافق للسنة كنغسل قدمين دينا كنقولوا قد أتممنا الوصل بالطريقة الصحيحة وبسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهناك الوصل المجزئ غسل يعني ماشي بالسنة ولكن مجزئ كافي ما هو؟ ويكفي أن الإنسان ينوي الغسل ويغسل جميع بدنه بالماء مع المضمضة والاستنشاق يغسل جميع البدن بالماء وفي الفقه الحنفي النية غير جائزة يعني إنسان واحد إنسان اغتاسل وكانه وجنوب ثم جاته ضرفية ربما دخل إلى النهر أو إلى البحر واغتسل كي يقول سأكل وخاء لم أنوي جائز لأن أبا حنيث النعمان معروف أنه كان فقيه وكان قاضيا وكان كي حل مشاكل دي الناس من روح السيد طلق مراته ويطلق هذا للطلق المعلق قال لي غا أنا ما نرجكش قال له والله لن أغتسل يعني إذا اغتسلت غنقون لك الساعة أطلقتك فجعد أبا حنيث النعمان يقول لي وقع لي وقع لي أبا حنيث بغي استفتيه معروف أنه كان فقيه ولكن كان عبقري بغي جاوبه قال لي أجي باش نجاوبك أجي معايا واحد اللحظة تم غادي معاه كانوا في العراق تم غادي معاه إحدى الواد ديجلة والفورات حتى وصل الجاني بلفعوا بلفعوا فسقطا في النهر فاغتسل قال لي صفي الحال في ديالك صار باطلا لكن القاسم اللي قلته لم يعد ملزيما قال لي لقد اغتسلت وكان أقسم أنه لن يغتسل من الجنابة لم نقص مع المرأة وبغي طلقها وده الواحد طلق معلق فأرمه في النهر فتبلل واغتسل فقال يصف اغتسلت قال لي أنا لم أنوي لم أنوي الاغتسال أنت دفعتيني قال ليها النية ليست شرطا واجبا وإنما يكفي أنك اغتسلت بجميع الماء جميع البدان بالماء هذا ما يتعلق بالوصل أما بالنسبة للنساء لعد دمضم الحيب فباش نتهمو الأحكام الشرعية كندود أمين بالنصوص القرآنية والنصوص الحديثية قعد كنجو الأراء الفقهاء هكذا يتم الاستنباط في الأحكام الشرعية لأن الدين ما هو الدين هو قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلكت الفكرة واضحة يكفينا يكفينا قال الله قال الرسول إلكت لكت الفكرة فيها إجمال أو فيها خفاء وخص بيان إما مطلق ومقيد أو عام وخاص ومنطوق ومفهوم هنا ننتقل إلى الدرجة الثانية من الفهم الذين الفقهاء الذين يساهمون في استنباط الأحكام الشرعية ولن تكلموا دبع الحيض دين النساء الحديث النبوي الشريف الصحيح جاء فيه عن فاطمة بنت أبي حبيش قالت أتيت عائشة فقلت لها يا أم المؤمنين قد خشيت أن لا يكون لي حظ في الإسلام وأن أكون من أهل النار قتلى لماذا قتلى أمكت ما شاء الله من يوم أستحاض فلا أصلي لله عز وجل أي صلاة هذه فاطمة الجحوية الصحابية أنها كتجعل حيضة وكتساني ولكن كتبقى كتبقى ذلك المدة ديالك الدم كتسين منها مازال فلا تصلي لله قتلى أخاف أن لا أكون من أهل الإيمان وأخاف أن أكون من أهل النار أمنا عائشة كانت هي فقية هكذا تعلمت الفقه كان الناس يسغلوها وهي ما كتعرفش كانت شاء سيدنا النبي كتسولو وكي جاوبها وهي كتبلغ الناس فصرت فقهة قتلى أمنا عائشة اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قتلى رسول الله هذه فاطمة بنت أبي حبيش تخشى أن لا يكون لها حظ في الإسلام وأن تكون من أهل النار تمكت ما شاء الله من يوم تستحاض فلا تصلي لله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة مري فاطمة بنت أبي حبيش فلتمسك كل شهر عدد أيام إقرائها ثم تغتسل وتحتشي وتستثير وتتضف ثم تطهر عند كل صلى وتصلي فإنما ذلك ركدة من الشيطان أو عرق انقطع أو داء عرض لها يعني هذه المرأة كتقول بأنها فيها دم الحيض وسالت دم الحيض كتكون إما ثلث أيام خمس أيام سبع أيام أقصى مدة خمسة عشر يوم لأنها دا دورة تسمى العادة العادة الشهرية معتادة لكن فاطمة بنت أبي حبيش يتقول بأنها بقى فيها الدم داست المدة المعتادة ومقدم كسي منها وما كتصليش أشي تصدير سيد من النبي قال لها غتحتارم الأيام اللي كتجاه في العادة هذه الأيام ما تصليش ما غتصومش ولما تمضي هذه الأيام غتغتسل غتنظف وغتدير واحد خرقة بيضاء تستر بها الحالة ديالها وغتقوم بالوضوء عند كل صلاة وتصلي كل صلاة تجدد الوضوء فيها الدم كتنزل هذه ماشي دم حيض هذه الاستحاضة أشهر تدير غتصلي عند كل صلاة تجدد الوضوء ومن لسوة أمو نائشة شلو السبب هذا قال لها إنما ذلك رقدة من ردد الشيطان أو عرق انقطع أو داء عرض لها سيدنا النبي هذا هو وصفة طبية تشخيص لأن المرأة لكي جاء الاستحاضة إما عند المس عند رقدة من رقدة الشيطان إبليس ما زال معها كيتلبس بها هو اللي يأثر على هذا الشيء وإما عندها عندها عرق انقطع يعني مسألة فيزيولوجية جسمية عند واحد مشكلة في الأوليدة الدموية هو اللي انقطع وكي يسيد لها هذا كماشي دم حيض هذا كي يردم معهدي وإما داء عرض لها داء عرض لها يعني أمراض نفسية المرأة ملكي يكون عندها القلاق والتوتر كي يخلل في الهرمونات وكي يجيها الاستحاضة فكيف تغتسلت المرأة؟ الاغتسال كما قلنا نفس الاغتسال اللي يقوم به الرجل كتغسل به المرأة يعني من النيا والوضوء الأصغر ثم الوضوء الأكبر وكي يمدوا بالأعلى إلى الأسفل اليمين إلى اليسار ونخلوا الشعر هنا السؤال وش المرأة تقوم بتخليل شعر رأسها لغسل الجنبة أو الحيض المرأة عندها شعر طويل مش بحال الرجل الرجل سعره علاقة للحال المرأة شعر طويل وكلي عندها الضفائر الجواب أنه ليس على المرأة نقض شعر رأسها لغسل الجنبة لحدث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني مرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنبة هل أنقضه لغسل الجنبة قال لها لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاثة حتيات ثم تفيضين عليك بالماء في تطهرين ليس واجب المرأة تنقض الشعر ذي لغسل الجنبة وفي الضفائر غير تحاول ما أمكن تحثي عليه الماء ثلاثة مرات وتفض عليه الماء وصفت سنة طهيرة هو فعلا إذا نقض الشعر وغسلته أحسن أكمل للنظافة لكن إذا كان عند عذر ثمن اليسري أنها تفض عليه الماء ولكن الحيض المرأة أيضا من الأفضل أنها تقوم بنقضه والنبي صلى الله عليه وسلم كان قل أمنا عائشة من اللي كانت في الحج وحاضت قل لها داعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشيطي إذا كانت في الحج مثلا لابد أن تقبل على الله عز وجل بنظافة كاملة انقضي شعر رأسك وامتشيطي هنا واحد السؤال كترحوا بزفزي النساء هذا الدم هذا اللي قلنا قبله ما هو الفرق بنتهم مراكجها الدم للحيد ما عارفاش أشن هو الفرق بنتهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدم الحيد هو دم أسود يعرف هو دم أسود يعرف قال لفاطمة بنت حبيش اللي كانت تستحاد قال لها إذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإن كان الآخر فتوضئي وصلي المرقة تعرف الدم ديالها واش حيضة لمش حيضة باللون الدم ديال الحيد هو دم طبيعية وكيخرج من قاع الرحيم وهو الدم ديال الحيد كينظف الرحيم المرأة اللي كيجا الحيدة ما زال غتولد احتمال بأنها ما زال تحمل اللي مشات لها الحيدة طبعا ما بقاش على القدرة للحمل والإنجاب لأن معاك يبرسم الأطفال خصهم عناية ورعاية وطول نفس فاربك يعطيل هذه الفترة الزمنية للحمل للمرأة باش تربي النسل وباش تنعرفوها قبل بأنها قابلة للحمل دم الحيد كينظف لنا كينظف لنا كينظف لنا كينظف لنا كينظف لنا كينظف لنا فهو بيخرج في أيام معدودة هذا الدم الحيد هو دم أسود والاستحادة هي سيلان للدم في غير أوقاته تيكون إما مراد وإما عرق انفجر وكذلك عندنا النفاس النفاس هو دم كي يجي في فترة بعد الولادة بعد الولادة من اللي كيتولد المرأة وكي تردع وكيبقى واحد المدة لك الدم كيخرج كيقوم بعمل تطغير كامل لأرض الرحيم اللي كان فيه المولود وكان فيه المشيمة وغيرها الدم الحيد والنفاس هو يكون دم أحمر يغلب عليه السواد لون أحمر يغلب عليه السواد هذا خصو الغسل دم الاستحادة هو أحمر قريب من الورضي هذا له غير الوضوع فقط وضوع فقط فدم حيد والنفاس هو دم صحة لكن دم الاستحادة هو دم عدلة وفساد السؤال لكي تردد وش المرأة لفعل الحيد هل لها أن تقرأ القرآن نعم قالوا العلماء يجوز لها في فترة الحيد أن تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف أو تمس بحائل جيب واحد الفوطة أو كده تقرأ القرآن كيف غاد ولكن لا تمس المصحف ويجوز لها أيضا المرأة الحائض ما كتسليش وما كتسومش لكن ينبغي لها أن تحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء ولها أنها تخضع للرقيا لكت المرأة غد الرقيا إما هي ترقى غيرها وإما هي ترقى بنفسها يجوز لها الرقيا بقرأة قرآن الكريم الأدعية هذه أهم الأحكام المتعلقة بدم الحيد وبالجنابة وبكيفية الغسل على طريقة السنة النبوية الشريفة وللحدة بقية بإذن الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر